كتاب المقدس شهادات تاريخية وأثرية كثيرة جدا تتوافق مع الأمور التاريخية الموجودة في الكتاب المقدس كل الأشياء المذكورة سواء في العهدين في العهد القديم وفي العهد الجديد في العهد القديم والعهد الجديد خليني أقولك بسرعة بعض الأمور الموجودة بالنسبة للعهد القديم يعني الكتاب المقدس في سفر التكوين أصح سبع بيحكي عن الطوفان وهل الطوفان ده كان أسطورة ولا لا لكن ليه أن الطوفان مكتوب عنه في حوالي 33 وثيقة تاريخية في أماكن عديدة في العالم لقوا كمان أنه في أصحاح الستة بيحكي الكتاب المقدس عن فولك نوح وبعد كده بيقول عن الفولك كده أنه استقر على جبل قرارات وفعلا سنة 1946 لقوا سفينة نوح على جبل قرارات في أرمينيا وجريدة الأخبار المصرية أخبار اليوم المصرية كتبت عن هذا الحدث أو عن هذا الاكتشاف يوم 9 يونيو سنة 1946 على أساس أنه لو فيه حد عاوز يرجع لهذا العدد وأم كان يرجع لهذا العدد سوف يجدها مكتوبة هناك